يتوجه الطبيب هشام إلى منزل في حي شعبي بالعاصمة تونس لإجراء فحوصات بالمجان لزوجين مريضين بكوفيد 19 ضمن مبادرة لجمعية تقوم بخدمة طبية منزلية لتفادي الاكتظاف في المستشفيات أطلقت جمعية كوفيدار في كانون الأول ديسمبر عام 2020 بالتعاون مع منظمات خيرية أخرى وتشرف عليها مجموعة من الأطباء وعملون في قطاع الصحة عندما تكون في البيت تنام بشكل أفضل وتكون محاطا بأشخاص حولك وتكون بنفسية عالية وكذلك أفضل الظروف تكون مؤمنة لك خصوصا عندما يزورك الطبيب أو الممرض يوميا تتكفل كوفيدار بالمرضى في المراحل الأولى لظهور الأعراض لتقيم من البداية ما إذا كانت الحالة تستوجب الانتقال إلى المستشفى وكذلك من أجل أن تضمن متابعة طبية يومية تخول التعافي بأقصى سرعة ممكنة من دون مغادرة البيت وتكشف كوفيدار أن 140 طبيبا وممرضا يقومون بزيارات طبية في مقابل بعض المال الذي تقدمه شركات على شكل هبات كما يعمل نحو 28 طالب طب على استقبال اتصالات المرضى على رقم أخضر طيلة الأسبوع وأحصد تونس حاليا حوالي 500 ألف إصابة و16 380 وفاة في البلاد بسبب الوباء وسجلت أكثر من 100 وفاة يوميا في المدة الأخيرة اشتركوا في القناة